لمني عن عودتك بقى البيتك من الاحتراف لمرة تانية للنادي الأهلي في قصة حكيها لي هو أنا الأول كنت أتروع من في ناشئيني الأهلي بعد كي سفرت في 2014-2015 لعبت سنة في أهلي جدة ورجعت بعد كده رحت طراعق بعد ما رجعت الأهلي تاني موسمين رجعت رحت طراعق الجيش أول سيزن كان بسبب كنت داخل التجنيد فكان لازم أن نضم طراعق الجيش عشان هو الجهاز الرياضة طبعاً هي طراعق الجيش بعد كده عدت في الجيش سنة تانية حققنا في السنتين دول مع نادي الجيش نتائج كويسة وإنجازات ما حصلتش قبل كده في النادي وكنا بدأنا ننفس أهلو الزمالك بقوة وصلنا في الكاسم سنتين وارا بعد وثالث الدولي سنتين وارا بعد وكان معنا كابتن طاري محروس هو كان مسك نادي الجيش ساعتها هو برضو من أبناء النادي الأهلي بعد كده أنا سفرت احترفت وهو برضو سفر أهلي جدة مسك أهلي جدة وأنا سفرت رومانيا وبعد كده على قطر بعد كده هو تكلمني وأنا في قطر في شهر خمسة تقريباً أو شهر ستة تقريباً أو خمسة أو ستة اللي فات ها اللي فات إنه هتعمل إيه السنة الجاية وأنا عايزك معايا في الأهل أنا هارجع على أهل إن شاء الله وعايزك معايا ومن هنا بدأت بقى المفاوضات والموضوع عايز أقول لك مخدش يعني أما هو فعلاً ميسك رسمي وجي تكلم معايا إحنا ما خدناش خمس دقايق يعني هو ما خدناش وقت في التفاوض أنت وفقت على خلال على طول ويعني من غير أي مفاوضات اللي هو بقى نقعد نفاضل تفقش خده جزب بقى لا على طول تمام يا كوتش أوكي كده تمام خلاص الموضوع خلص كنت أنت تتمنى من جواك أنت ترجع ولا لا أي واحد طبعاً أنت ربا في نادي الأهلي بالذات بتعاود على المكسب والانتصارات والالتزام والمسئولية وكل الكلام ده طبعاً حتى ما بيسافر يخد تجربة احترافي يبقى هدفه الأساسي أنه بعد ما يخده هيرجع تاني ينهي مسيرته في البيت اللي تربى فيه خاصة أنه البيت ده هو نادي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط طبعاً شرف لأي حد أنه يرجع تاني بيته وكنت مبسوط الحمد لله بالقرار ده حلوة أول بتتبعي برضو مع أنك اعتزلت